حادثة صبحا على مستوى سان ماكسيما جنوب شرق فرنسا وقع استضام بين شاحنة وحافلة للركاب كانت تقل حوالي ستين شخصا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج متوجهين نحو مدينة تورينتو الإيطالية الحادث وقع حينما استضمت الشاحنة بالحافلة من الخلف بالقرب من باحة السراحة على الفورت وفيت سيدة كانت تقل المقعد الخلفي وبرفقتها ابنتها ذات ست سنوات الطفل أصيبت بجروح طفيفة مجموع المصابين بلغ عشرة أشخاص جروحهم خفيفة ثم نقلهم على الفور في سيارة إسعاف إلى المصالح الطبية القريبة في حين ثم نقل باقي الركاب إلى مشفى بحافلة المتوسطة للإطمئنان على حالتهم الصحية سائق الشاحنة بدوره أصيب بجروح خفيفة ويتم التحقيق معه بشأن أسباب الحادث التي لا تزال مجهولة لحد الساعة القنصل العام للمغرب بمرسيليا فور سماعه الخبر هرعى إلى مكان الحادث فيما تكفلت مصالح القنصلية بنقل باقي الركاب لمدينة تورينتو ووضعت رهنة إشارة أهلهم رقما للتواصل هو 0033-491-50-93-50 ومعنى إشارة أهلهم صعودة أهلهم المتوسطة للإطمئنة في قرارثات